كشف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن وصول نسب الإنجاز في مشروع توبلي الإسكاني إلى مراحل متقدمة على صعيد الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية موضحا أن نسب الإنجاز لبناء وتشييد 196 وحدة سكنية قد اكتملت بالفعل وذلك تماشيا مع توجهات القيادة الرشيدة بشأن تسريع وطيرة توفير الخدمات الإسكانية التفاصيل مع زميل يحيى العمري سعيا إلى تكثيف وطيرة العمل في مختلف المشاريع الإسكانية وتسليمها لمستحقيها بأسرع وقت أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن نسب الإنجاز في مشروع توبلي الإسكاني الذي يوفر 244 وحدة سكنية و320 شقة في ثماني عمارات سكنية وصلت إلى مراحل متقدمة على صعيد الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية فقد اكتملت نسب الإنجاز في بناء 196 وحدة سكنية بشكل تام مشروع توبلي الإسكاني يعتبر من أحد المشاريع التي تعول عليه وزارة الإسكان شيء الكثير لتلبية الاحتياجات في محافظة العاصمة وفي المحافظة الشمالية مشروع بالإضافة للشقة يحتوي على 244 وحدة سكنية أو بيت 8 جاز 198 بيت منها الوحدات السكنية طبعاً استخدمناها في الموقع هنا هي من نوع D11 D11 هي تقريباً أكبر أنواع الوحدات السكنية اللي عندنا وأحسنها من ناحية مساحات من ناحية كذلك نمط بناء وتعطي حتى المواطن قدر كبير من المرونة إذا حب نتوسع أبرز الأسباب التي آلت إلى التأخر في الانتهاء من تنفيذ المشروع ككل حسب ما هو مخطط له هي استكمال إجراءات الاستملاك وأصدار رخص البناء وتحديد مداخل ومخارج المشروع إلا أن ذلك لم يثني الوزارة عن الوصول بنسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية بالشقق السكنية إلى مراحل متقدمة بلغت نسبة الإنجاز بالنسبة لعماير أو العمارات والشقق ما يقارب من تقريباً 280% ونتأمل إن شاء الله أنه خلال فترة قصيرة نستكمل كل العمارات هذه والشقق إن شاء الله وتكون جاهزة للتوزيع بالنسبة حق البنية التحتية لتخدم المنطقة كاملة بما فيها 320 شقة بلغت تقريباً 87% خلال شهر أو بالكثير شهرين بتكون البنية التحتية مكتملة في المنطقة كلها إن شاء الله وأشار سعادة المهندس الحمر خلال تصريحه إلى أن وزارة الإسكان تراعي لدى تصميم الوحدات وشقق السكنية وتوزيعها أن تكون منسجمة مع متطلبات العمارة الحديثة المعاصرة وتلبي كذلك احتياجات المواطنين الاجتماعية والخدماتية عن تصميم المشروع روعي أن يكون الموقع متكامل من ناحية الخدمات سواء كانت خدمات تجارية خدمات اجتماعية كذلك دور عبادة وإن شاء الله يعني خصصة حتى كذلك ترفيهية من ناحية الحداث تركت مساحات إن شاء الله كافية بضمن الموقع وحسب أحدث المعايير التخطيطي يعني مشين احنا بما يعني يتضمن المعايير التخطيط اللي حق أي مشروع يسعى إن شاء الله إلى يعني رافع جودة الحياة بالنسبة حق المواطنين وبعد التقدم في نسب الإنجاز في مشروع توبلي ستشرع الوزارة في إجراءات السحب الإلكتروني ثم مرحلة تسليم الوحدات التي تم توزيع شهادات استحقاقها على المستحقين في وقت سابق في إطار برنامج تنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 6200 وحدة سكنية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين